تحت عنوان أفاق إصلاح وتطوير المحليات في مصر انطلق المؤتمر الجماهري الذي نظمه حزب حماة الوطن بمحافظات مطروح ناقش المؤتمر عددا من محاور الحوار الوطني وعلى رأسها المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقد شهد المؤتمر حضورا جماهريا واسعا منذ دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي بإجراء حوار مجتمعي يمثل كل أطياف الشعب المصري نحن كحزب محافظات الوطن بدأنا الدعوة وبدأنا نشترى عدة محاور هو المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي مصر غنية بشبابها ومرأتها وأهلها ومصر دولة قوية إن شاء الله ونقبة من أقوى الدول بإذن الله ومن أقوى الاستثمار وانصحوا منهم يصنعوا ويزرعوا والتعليم والصحة وكل المجالات دي نشتغل فيها بقوة يعني الحوار الوطني مهم جدا لظهور واستنباط أفكار من المسؤولين أو الشعبيين بحيث يكون هناك فكر راقي في حل المشاكل بالطريقة السليمة والصحيحة التي من شأنها الارتقاء بهذه المحافظات لابد من مشاركة الشباب مشاركة فعلية لإيجاد فرص واقتراحات ويطرح فيها حل مشاكل خارج الصندوق فلابد من مشاركة جميع فئات الشعب نحاول إن احنا نضم مجموعة الشباب ونسمع الرأي الآخر بالإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي بنحاول إن احنا نوصل نوعي شباب مصر ونوعي شبابنا لأهمية الحوار الوطني نسمع الرأي والرأي الآخر أهم القضايا اللي عرضت اليوم تصرب المرأة من التعليم أو تصرب الأطفال أصلا من التعليم وعدم تكميل تعليمهم لكن دلوقتي مع التفتح ومع التقدم ومع الحوار الوطني ابتدى المجتمع يفهم ويعرف أهمية المرأة وأهمية دورها في المجتمع وأهمية تواجدها في الشارع وفي المؤسسات اشتركوا في القناة